السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقام الأول إلى مساحة عمل أو بيئة مخصصة تحتوي على ثغرات أمنية يستطيعون من خلالها ممارسة اختبار الاختراق بشكل عملي قبل مواجهات سيناريوات أمنية واقعية وذلك طبعا لتقييم مستوهم وتنمية القدرات والمهارة الخاصة بهم وكسب خبرة عملية في اكتشاف الأخطاء والثغرات بالإضافة إلى اختبار الأدوات طبعا هناك العديد من تطبيقات الويب المختلفة التي تم تطويرها لتشمل مجموعة متنوعة من الثغرات الأمنية لمحاكاة نقاط الضعف والثغرات الموجودة في مختلف المنصات ومن أبرز هذه التطبيقات DVWA أو ما يسمى دهم فلنربول ويب أبليكيشن طبعا DVWA هو إطار عمل مفتوح المصدر تم تصميمه ليكون تطبيق ويب يحتوي على ثغرات أمنية متعمدة حيث يوفر بيئة أمنة لاختبار مهارة الاختراق وفهم كيفية استغلال الثغرات وأيضا اختبار أدوات الأمان وتعزيز الوعي الأمني حول أهمية الأمن السيبراني وكيفية حماية تطبيقات من الغجمات الآن بعد أن تعرفنا باختصار على بعض التفاصيل حول المشروع دعونا ننتقل إلى خطوة التفبيت إذن الخطوة الأولى بعد فتح الترمينال راح ننتقل إلى الدليل الخاص بمجلد HTML من خلال هذا المسار بعد ذلك نقوم بكتابة الأمر التالي لتحميل أحدث إصدار من DVWA من المستودع الرسمي على GitHub بعد اكتمال التحميل النقم بتنفيذ الأمر التالي لمنح للدونات والصلاحيات اللغة الزمالي المجلد نفتح بعد ذلك مجلد المشروع ثم ننتقل إلى مجلد Config الموجود في نفس الدليل طبعا هذا هو الملف الذي يحتوي على التكوينات الافتراضية للمشروع راح نقوم الآن بتنفيذ الأمر التالي لإنشاء نسخة من الملف وإعادة التسمية الآن راح نستخدم الحرر المصوص Nano للتعديل على ملف PHP بعد فتح الملف نقوم بتعديل الاسم وكلمة المرور ننتقل إلى DB User ونقوم بتغيير الاسم طبعا يمكننا اختيار اي اسم وكلمة مرور ويسهل حفظهما وذلك لاستخدامهما لاحقا في إعداد قاعدة البيانات أيضا راح أقوم بتعديل كلمة المرور الآن لحفظ الملف نضغط على نفتح Control مع حرف S ثم نستخدم Control مع حرف X للخروج من الملف بعد الانتهام جميع الخطوات السابقة سنقوم الآن بإنشاء قاعدة البيانات لذا نستخدم الأمر التالي لتشغيل سيرفر MySQL نقوم بعد ذلك تبديل الحساب إلى مستخدم مرور ثم نكتب الأمر التالي لتسجيل الدخول إلى قاعدة البيانات راح يطرم من الآن إدخال كلمة المرور طبعا بشكل افتراض لا يتمتعين كلمة المرور لقاعدة البيانات لذا يمكننا الضغط على إنترل المتابعة بعد ذلك نكتب الأمر Create Database DVWA لإنشاء قاعدة البيانات جديدة على المشروع الآن راح نقوم بإنشاء مستخدم من قلال هذا الأمر طبعا راح نستخدم الاسم الباسورد الذي أضافناهما سابقا إلى ملف التكويت بعد ذلك نقوم بتنفيذ الأمر التالي لمنح المستخدم الامتيازات ولدونة اللازمة على قاعدة بيانات DVWA بعد الانتهاء من تكوين قاعدة البيانات نكتب الأمر Exit للخروج الآن خططنا التالية راح نقوم بتكوين سيرفار أباتشي لذا نبدأ أولا بالانتقال عبر هذا المسار إلى ملف PHP الموجود فيه دليل من قلال أباتشي طبعا إذا وقعت مشكلة في هذا المسار ربما سيكون إصدار PHP الخاص بك مختلف لذا تأكد من الإصدار وعدل المسار وفقا لذلك إذن بعد الانتقال إلى دليل أباتشي نقوم بكتابة الأمر التالي لفتح ملف PHP بعد فتح الملف نضغط Ctrl مع حرف تبالي للبحث عن هذا الإعداد ثم نقوم بتغيير إعداد include إلى on أيضا نتأكد أن F وبين بنفس الإعداد الآن نضغط على مفتاح Ctrl مع حرف S لحفظ الملف ثم نستخدم Ctrl مع حرف X للخروج أخيرا نقوم الآن بكتابة أمر التشغيل سيرفار أباتشي إذن بعد تنفيذ جميع الخطوات السابقة بشكل صحيح نكون بهذا قد انتهينا من إعداد وتكوين DVWA لذا نفتح لعن متصفح Firefox ثم نكتب العنون التالي راح تفتح معنا صفحة الإعداد نقوم الآن بالتمرير إلى أسفل الصفحة لإعادة تعيين قاعدة البيانات ثم نضغط على create rest database بعد تعيين قاعدة البيانات راح يترنقلنا إلى صفحة تسجيل الدخول نقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور طبعا اسم المستخدم الافتراضي هو admin أي راح نستخدم هذا الاسم بغض النظر عن البيانات التي يضفناها سابقا إلى ملف التكوين بعد ذلك نضع كلمة المرور أيضا كلمة المرور والافتراضي هي passort ثم enter إذن وكما نلاحظ نحن الآن في واقع التطبيق الweb DVWA حيث تحتوي القائمة لسرعة على أدة خيارات تتعلق بأمانة تطبيقات واختبارات الاختراق وتحليل الثغرات الأمنية في تطبيق الweb فمثلا لدينا instructions طبعا هذا الخيار يوفر جميع المعلومات حول كيفية التعامل مع التحديات المختلفة الموجودة في التطبيق لفهم الثغرات الأمنية وكيفية استغلالها أو حمايتها أما الخيار set up rest لإعداد قاعدة البيانات أو إعادة التعليل مرة أخرى أيضا لدينا broad force أو بمعنى القوى الغاشمة حيث تستخدم لاختراق كلمة المرور وبيانات تسجيل الدخول مفاتح تشفير بعد ذلك command injection تستخدم هذه التقنية للتعليم المستخدمين حول الثغرات تنفيذ الأوامر عن بعض وكيفية الاستغلال طبعا هذا النوع من الثغرات يحدث عندما يتمكن المهاجم من إنتخال أوامر غير مصرح بها في النظام عبر واجهة تطبيقه مما يؤدي إلى تنفيذ تلك الأوامر على الخادم أما بالنسبة لCSRF هو طبعا اختصار cross site request for grid وهو نوع من الهجمات حيث يتم استغلال جلسات المستخدمة النشطاء على مواقع الويب من خلال تنفيذ الطلبات على اسم المستخدم أو تغيير إعدادة الحساب دون إذن File inclusion أو بمعنى تطمين الملفات وهو نوع من الثغرات الأمنية التي تسمح للمهاجم بتحميل ملفات غير مصرح بها وتنفيذها على الهدف عن طريق خادم الويب أما File upload يتم استخدام هذه الميزة لرفع الملفات أو الحمولات إلى السيرفر InSqrCabacha هو نوع من الثغرات الأمنية لتجاوز رمز التحقق أو رفض الخدمة المصادقة على العميل المستخدم SQL injection هو نوع من هجمات الحقن التي تجعل من الممكن تنفيذ عبارات SQL تتحكم هذه العبارات في خدم قاعدة البيانات خلف تطبيق الويب SQL injection planned هو نوع من هجمات SQL حيث تمكن المهاجم من استغلال الثغرات في تطبيق الويب وإرسال استعلامات غير مصرح بها إلى قاعدة البيانات Workstation IDS لتحليل ملفات تعريفة لارتباط الضعفة للجلسات Access DOM حيث يتم استغلال الثغرات في تطبيقات الويب من خلال التلاعب بDome في متصفح المستخدم طبعا في هذا النوع من الهجوم يقوم المهاجم بحق نصوص برمجية ضارة في صفحة مما يؤدي إلى تنفيذ الشفرة البرمجية في سياق متصفح الضهية XSS Reflected هو نوع من هجمات XSS حيث يتم تضمين الشفرة الضارة في استعلام URL أو في البيانات التي يتم إرسالها للخادم ويتم عكسها مباشرة في استقابة الخادم يحدث هذا النوع من الهجمات العادة عندما يقوم المستخدم بالنقل على رابط يحتوي على الشفرة الضارة مما يؤدي إلى تنفيذ الشفرة في متصفح الضهية XSS Stored أيضا هو نوع من هجمات XSS حيث يتم اتقال الشفرة الضارة في قاعدة بيانات طيق أو في أي مكان آخر يتم تخزينه مثل ملفات التعليقات والمشاركات بعد ذلك يتم استرقاء هذه الشفرة الضارة وعرضها للمستخدمين الآخرين عند زيارة الصفحة المعينة مما يؤدي إلى تنفيذ الشفرة في متصفح الضهية ختاما أخي الكريم تعتبر DVWA أداة تعليمية هامة لفهم كيفية تامنة تطبيقها ضد الثغرات الأمنية ومن خلال الشروحات القادمة رح نتعرف معا على كيفية استخدام DVWA عمليا وبالتفصيل أيضا رح نتعرف على أنواع مختلفة من الثغرات وكيفية استقلالها بالإضافة إلى كيفية حماية هذه الثغرات اشتركوا في القناة